منيح انك جنبي مرحبا مراد كيفك؟ احسن شوي بس مالي مرتاح رح تتحسن و رح تطيب انا كمان حابب اني طيب ما بدي تضل شاغل بالكن علي شو هالحكي لعد تحكي هالشي نحنا رح نطلع انت ارتاح بركي بتنام بخاطرك بدك تروح اي رايح رايح تشوف الامروا اي انتو 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 امي 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 مروح امي 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 معني عن مصدق امي بتعرفيني معني مصدق اني قدروا الطبق بهاي السرعك انا كمان يا بير نحنا ربحنا الجائزة الكبرى باليانصيب والله يا روحي بس بس انا شو عم اعمل حد زوجي عيوني منفغين انا لازم جاهز حالي بسرعة لين يا عمري سهيل عازمني على العشة اليوم ويا دوب بنش ضبط حالي ضبطي يا روحي ضبطي ما بتتخيل قدش فاجأتني بطلبك احلى مفاجأة بحياتي الحياة الي عايشينا مليان مفاجأات ايه مظبوط سهيل شو هاي شو هاي هاد اليك عجبك يعني معقول ما يعجبني هو حقيقة مشاعرك تجاهي وطبعا مشاعري كمان يعني بصراحة في شي ما قدرت افهمه شو الشي اللي صار لحتى غيرت رأيك هيك فجأة بالبداية عملتني ممنيح ورفضتني والا بدك يعني انا بعتذر سامحيني عالي كان مخرباط وشرت بافكار غلط بس بعدين صحيت وبعد ما فكرت منيح قررت انه هالشي رح يكون مصلحة الكل انا اسف يعني زعلتك دخيلك صار اللي صار خلينا ننسى مبارح ونعيش هاللحظات الحلوة بصحتك 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 بصحتك